المادة 140 كانت وصفة خاطئة لا تطابق الواقع وبذلك لم يستطي أحد تطبيقها قبل أن ينتهي مهلتها وقبل أن تتحكم المحكمة الاتحادية باستمرارها ليس هناك حكم بإيقافها لكي يكون هناك حكم باستمرارها إيقاف هو كان اعتقاد من الجميع بأن المادة الدستورية التي تتحكم بها توقيت زمني تنتهي بانتهائها ولكن لم يتوقف تطبيقها ولكن تطبيقها لأنه غير واقعي لم ينجح قبل أن تبت المحكمة وقبل أن ينتهي توقيتها الحقيقي فهي لم تنجح لأنها وصفة خاطئة كانت كتبت على كاركوك دون مشاركة أهل كاركوك كما تعلم ممثلين في كتابة الدستور كانوا اثنين ممثلين في كتابة الدستور الذين اعترضوا تم اغتيالهم في بغداد في حينها وبذلك صوتنا في صياغة الـ 140 قد غيب باغتيال ممثلين في حينها الـ 140 لم تطبق عندما كانت في بداية التي تطبق عندما تقول المحكمة الاتحادية أو غير مستمرارها ولكن في نفس الوقت في ضمن المادة 140 لا يقول أنه قبل تطبيق المادة 140 يستقطع جزء من كاركوك ولا يكون تحت حكومة تحت سلطة حكومة مركزية أو حكومة محلية لا هناك يجب أن تدار المدينة إدارة كاملة من السلطة الاتحادية لحين اتخاذ الإجراءات التي تقوم بها المادة 140 واستكمال إجراءاتها على الأرض والقانونية واللوجستية وبذلك اليوم أخي العجيز لدينا مناطق من حدود الإدارية لكاركوك خارج سيطرة الحكومة الاتحادية هي وثرواتها كما أن الانتخابات المحلية والنيابية التي حصلت في المناطق خارج السيطرة حصلت ليست تحت سيطرة حكومة الاتحادية وإنما حصلت بشكل ليس فيه رقابة وليس فيه سيطرة وكانت تذهب الصناديق صباحا وتأتي مساءا ولا توجد بها أي رقابة هذا موضوع خطر في مسألة تمثيل كاركوك في مجلس المحافظة وكذلك لدينا حقول نفطية واضح قبل الحديث عن الحقول النفطية خارج سيطرة الحكومة